وبعد أن أثار جدلاً كبيراً في الجزائر استقبل السفير الأمريكي بالجزائر الشاب ريفكا الذي استطاع جمع أزيد من عشرة ألاف شاب في عيد ميلاده بالجزائر العاصمة ونشرت السفرة الأمريكية في الجزائر صورة للشاب ريفكا وهو يتوسط السفير الأمريكي جون ديروشر وزوجته كارين وكان الشاب ريفكا الذي ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد استطاع أن يلفت عن دار العالم حين استقطب ألاف شباب لحضور عيد ميلاده في مقام الشهيد بالجزائر العاصمة وبعدها بأيام استقبله وزير الثقافة عزدين ميهوبي حيث وعده بمنحيه أدواراً سينمائية